إذن مشاهدين التطورات المتعلقة بملفة الانتخابات بعد تصديق جدول الزمني لإقتراع المحلي ناقشها مع ضيفنا من بغداد عضو تيار الحكم الوطني الأستاذ عباس غدير أستاذ عباس مساء الخير ونشكرك على قبول دعوة الحوار بداية الاستعدادات تتواصل ومجلس المفوضين يصدق جدول الزمني للانتخابات المحلية هل هذا الإجراء يعد بمثابة الضوء الأخضر لبدء السباق الانتخابي؟ بالبداية بسم الله الرحمن الرحيم تحي لك سيدي الفاضل ومشاهدين قناة دجلة يعني تعرف واحد من المهام التي أخذت الحكومة العراقية على عاتقه في برنامجه الحكومة هو إجار الانتخابات وهذا ما صرح به السيد السوداني وطيلة الفترة الماضية كانت هناك تفاهمات وتوافقات تجري بين الحكومة العراقية المفوضة المستقبل للانتخابات ومثل ما ذكرتوا في تقليلكم هذا أن هناك صارت تعييد لأغلب الموظفي هذه المفوضة وتوفير الأموال وأعتقد أن الحكومة العراقية قد وفرت مبلغ 150 مليار لإجراء الانتخابات وحدت يوم 16 الانتخابات الخاصة يوم 18-12 للانتخابات العامة يبقى الأمر هناك مشكلة أخرى هي مشكلة تعرف أن 1-7 تنتي مهام أو المهلة الدستورية للمفوضة المستقبل للانتخابات فبالتالي يجب أن يحل هذا الأمر داخل السلطة التشريعية بعد هذا ممكن أن تؤجل مسألة تقديم اليوم الانتخابات ممكن أن يؤجل هذا كله يرجع إلى التفاهمات والتوافقات التي تحصل بين الكتر السياسية لكن بالمجمل والمهم أن هناك انتخابات ستجري نهاية أو بداية العام القادم نعم سيد عباس دعني أرحب بك من جديد كيف ترون العملية الانتخابية المقبلة في ظل الأزمات التي يمر بها البلاد ما هو المغاير عن سابقاتها يعني الأزمات مستمرة مو جديدة على أبناء الشعب العراق ولا على الوضع السياسي بشكل عام لكن تعرفين يوم نظام لنظام ديمقراطي وهذا النظام نظام فتي يعني ما صار تجربتنا يعني ما صار أكثر من 20 سنة وفينا هناك دول متقدمة يعني ديمقراطية لسنين طويلة لعشرات السن وتوجد عندهم هذه المشاكل الانتخابية والمشاكل حتى الاجتماعية والسياسية فبالتالي المشاكل اللي نشوفها يعتقد هي مشاكل صحية يعني يعمل الفاعل السياسي العراقي المواطن العراقي حينما يتطور وتكون عندها ثقافة انتخابية بالنتيجة اليوم نحن يجب أن نحافظ على هذه العملية وعلى هذا النظام وعلى النظام الدموقات وعلى إجراء الانتخابات يعني مجرد أن تجر هذه الانتخابات بوقتها المناسب وأن تقوم الحكومة العراقية عن توفير أموال وأجواء آمنة وأمن انتخاب المواطن العراقي أعتقد تكون هناك حل هذه المشاكل طيب أستاذ عباسي تم التأكيد مرارا على أن البطاقة البيونترية سيتم طباعتها وفق مواصفات عالية برأيك مثل هذه الإجراءات هل يمكن أن تحد من عمليات التزوير للبطاقات؟ يعني تعرف اليوم واحدة من الأمور التي أنا كمواطن عندما أذهب لإجراء الانتخابات للتصويت يجب أن تكون هناك بطاقة بايومترية فبالتالي هذا واحدة من الأمور التي تحد من مسألة التزوير في الانتخابات يعني اليوم عندنا تقريبا 27 مليون ناقب عراقية حق له الانتخابات وما مستل من هذه البطاق لتقيبها 17 مليون والباقي 10 مليون وهذه المواليد الجديدة حسب التقرير اللي شاهدتكم أكثر من 900 ألف يعني سجلوا أنفسهم باستلام لهذه البطاقات يعني المفروض هذه البطاقات والإجراءات الأخرى ويوم الاقتراع والأمن الانتخابي والأمن اللي يكون بالعملية الانتخابية بشكل عام كل هذه الأمور يعني تحد من مسألة التزوير والفساد الذي يحصل في هذه الانتخابات طيب سيد عباس مجلس المفوضين أعلن أن البطاقات الجديدة الموزعة بلغت مليون ومئتي ألف بطاقة هل هذا الرقم سيحدث فارقا في انتخابات مجالس المحافظات؟ طيب طعا يعني كل سنة عندنا تجيه هناك أعداد دي يعني بلغ سنة 18 اللي بهذا السن يمكن له أن يكون جزء من العملية الانتخابية ويستطيع أن يصوت فبالتالي أي زيادة بهذه الأعداد؟ عرفين يوم المواطن يوم اللي يروح ويسجل نفسه ويسلم هذه البطاقة يعني بمعنى أنه جاهز للتصويد عند رقبة بالتصويد فبالتالي أي زيادة بهذه الأعداد ستؤثر على الوضع الانتخابي بشكل جديد؟ خاصة كلمات قدمنا يعني بهذه السن يصير عندنا تطور الانتخابي سلع عندنا فيه مثقافة انتخابي للمواطن العراقي أكيد هذا الرقم ستؤثر على العملية الانتخابية بشكل عام سرعبا سناكا حملات إعلامية شهدناها لحث ناخبين على تسجيل بياناتهم وتحديث البطاقات هل تجد استجابة من المواطن تتناسب مع هذه الدعوات؟ أم المواطن يأس من التغيير؟ أم هل يأس لربما من تكرار الوجوه مثلا؟ لا اليوم أنا حتى نغير من واقعنا يعني تشوف اليوم عدنا نظام ديمقراطي وهذا النظام الديمقراطي يقوم على أجال الانتخابات كل أربع سنوات سواء كانت هذه الانتخابات مجالس المحافظات أو مجلس النواب العراقي فبالتالي المواطن العراقي إذا ما رأت تغيير واقع الحال وتطويره عليها أن يشارك بهذه الانتخابات وأن يعرف جيدا من من هذه الكتل السياسية ومن هذه الشخصيات هو الأمثل والأقدر والأفضل والأجر على خدمة شعب العراق والحقوة العراق بشكل عام فبالتالي اليوم إحنا كمواطنين أو كعراقيين إذا ما ردنا التطوير لهذا البلد يجب أن تكون هناك مشاركة واسعة في الانتخابات حتى نغير من هذا الواقع ونختار الأشخاص الممكن أن يغيروا واقع العراقيين يعني المفروض الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني العشار العراقية النخب السياسية الناس المثقفة تدعو المواطنين لمشاركة وتسجيل أسماع في المايومتري نعم عضو تيار الحكمة الوطنية سيد عباس غدير شكرا جزيلا لانضمامك معنا في النشر الرئيسة اشتركوا في القناة